موسيقى نشرة وثامنة صباحا من M24 أهلا بكم بمناسبة اعتلاء تشارز الثالث العرش في بريطانيا بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تانية إلى صاحب الجلال الملك البريطاني متمنيا لجلالته عهدا زاهرا تفاصيل برقية جلال الملك إلى العاهل البريطاني في ورقة أمين السيات بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلال الملك تشارز الثالث بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي عن أطيب التهاني لعاهل المملكة المتحدة متمنيا لجلالته عهدا زاهرا ينعم في ظله بلده بوافر الرقي والرخاء وقال جلالة الملك في هذه البرقية إن علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي نسجها بلدانا على مر العقود والتي ما فتأت تترسخ يوما بعد يوم بفضل الثقة المتبادلة والإرادة الدائمة للدفع بها قدما نحو الأفضل لمبعث اعتزاز كبير لنا بالمملكة المغربية وفي هذا الصدد أكد جلالة الملك لعاهل المملكة المتحدة مدى حرصه على مواصلة العمل سويا معه من أجل دعم هذه الدينامية القوية وإذراء الرصيد العريق للعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة في مختلف المجالات وأضاف جلالة الملك كما لا يفوتني أن أعبر لجلالتكم عن اعتزاز العميق بما يربطنا شخصيا وعائلتين الملكيتين من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا وإذ أجدد لكم عبارات تهانئي أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى مشاعر تقديري مشفوعة بأصدق متمنياتي لكم ولصاحبة الجلالة الملكة كاميلا ولسائر أفراد أسرتكم الملكية الموقرة بدوام الصحة والسعادة نبقى في موضوع العهد الجديد الذي تدخله بريطانيا حيث التقى الملك تشارلز الثالث في قصر باكينجهام ممثلين عن دول الكومينورث وأعلنت كل دول الكومينورث تشارلز ملكا جديدا عليها بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية واستقبل تشارلز الثالث رئيس الكومينورث الأمين العامة للمنظمة باتريشيا سكوتلاند قبل أن يستقبل المفوضين الساميين لبريطانيا وهم مثل سفراء قدموا من مختلف الدول هذا وكان الموكب الذي ينقل نعش الملكة إليزابيث الثانية قد وصل الأحد إلى إدنبرا بعدما انطلق صباحا من قصر بالمورال في سكوتلندا حيث توفيت فيما تجمع عشرة ألاف الأشخاص بتأثر واضح على طول مصاري هذه الرحلة الأخيرة سيبقى نعش في قاعة العرش قبل مرسيم دينية اليوم الأثنين يحضرها الملك تشارلز الذي على الثالث على بعد كيلومتر واحد من قصر هوليرود هاوس في كاتدريئية سانجيل إلى حيث سينقل جثمان الملكة على أن ينقل غدا إلى العاصمة لندن جوا حيث من المرتقب أن تقام مراسم الجنازة الوطنية في العاصمة البريطانية في التاسع عشر من شهر سبتمبر الجارية دوليا دائما مشاهدين الكرام أحيى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد الذكرى الحادي والعشرين لهجمات الحادي عشر من شتنبر داعيا إلى الوحدة الوطنية والإسراء المتجدد على الدفاع عن الديمقراطية وأبرز بايدن في خطاب من مبنى وزارة الدفاع بمناسبة الذكرى الحادي والعشرين لهجمات الحادي عشر من شتنبر عام 2001 أن هذه الهجمات الدمية غيرت بالتأكيد مجرى تاريخ الولايات المتحدة غير أنها أظهرت كذلك العزيمة والقوة الأصليتين في البلاد وأثنى الرئيس الأمريكي على المثابر والصبر الذين أتاح محاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات وخلدت الولايات المتحدة أمس ذكرى الهجمات التي أودت بحياة حوالي ثلاثة آلاف شخص والتي تعد الأسوأ في تاريخ البلد في إطار الحرس على تحسين جودة التعليم في المدينة المقدسة وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف اتفاقية لرعاية عشر مدارس في إطار مشروع النوادي البيئية التابعة للوكالة خطوة تضاف إلى المواقف مشرفة لهذه الوكالة أمينة الصياد تطلعنا على مزيد من التفاصيل أغذ عالما أو متعلما ولا تغدو إمعة بين ذلك مقولة تعكس إصرار وكالة بيت مال القدس الشريف على الصهر لتطوير سبل تعلم شباب القدس الوكالة وقعت اتفاقيات تهدف لتهيئ عشر مدارس في المدينة المقدسة خطوة جديدة في سبيل دعم صمود المقدسيين هذا العمل يأتي في إطار تواجد وكالة بيت مال القدس الدائم والميداني والحضور في دعم كل المجالات في مدينة القدس الشريف طبعا كل الشكر بالتقدير لوكالة بيت المال القدس اللي احنا اليوم موجودين فيها الاحتفالية لتوقيع اتفاقية تعاون بين عدة مدارس عشر مدارس حقيقة من أهم المدارس اللي بتخرج طلاب في القدس الشريف الاتفاقيات تبلغ قيمتها 400 ألف دولار يجري البدء في تنفيذها اعتبارا من السنة المالية 2023 المشاريع هذه تهم التدخل في بعض أعمال الصيانة وتهيئة الساحات والتشجير وتحسين جودة المرافق وغيرها هذه الرعاية ستكون زي نوع من الصمود ودعم ومناصرة لمدارس القدس خاصة في وضع مالي صعب في مدينة القدس نقل نوعية للمدارس نحن نهتم فقط بالمنهج الفلسطيني أو كمنهج فقط بيد الطالب وإنما أيضا بالأنشطة التي تنمي تفكير الطالب وتنمي إبداعاته الوكالة ستستمر في تأدية واجبها في دعم القدس ومؤسساتها المختلفة معززة بذلك دورها في الحفاظ على هوية القدس الشريف بالعاصمة المصرية القاهرة انطلقت أشغال الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية وذلك للإسهام في الدينامية الإيجابية للقضايا الدستورية في القارة شيماء جبران والتفاصيل الدينامية الإيجابية للمحاكم الدستورية والقضاء الدستوري في قلب اهتمامات المشاركين في أشغال الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية الحذة يعرف مشاركة أربعين دولة إفريقية ومن بينهم المغرب إحداث فضاء كهذا للحوار وتبادل التجارب بين كافة الهيئات القضائية يعكس الارتباط الوثيق للمملكة المغربية بإفريقيا بشكل عام والقاهرة على وجه خاص مغرب ومصر علاقات طيبة جدا جدا وهذه العلاقات قديمة جدا كذلك ونحن نحاول من جهة مصر ومن جهة المغرب لنمو هذه العلاقات ويشكل الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية فرصة لتعزيز التعاون القضاء والقانون والدستور بين الدول الإفريقية بالإضافة إلى استعراض التجربة المغربية المشهود لها بالريادة في هذا المجال في الخبر الوطني مشاهدين الكرام الساحة الإعلامية الوطنية تفقد اسما بارزا عن عمر ناهزة 73 سنة الصحفي عبداللطيف منصور شيع إلى مثواه الأخير بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء التفاصيل مع شيمة جبران في مشهد مهيب وريج ثمان الصحفي عبداللطيف منصور ترى بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء الصحفي المثقف والشغف بالكتابة يغادر إلى دار البقاء موت مفاجئ أنهى الفصل الأخير من حياة المناظر الذي ألهم الإعلاميين بأخلاقه العالية وبعطائه المستمر جنازة حضرها الأهل والعديد من الوجوه الصحفية والإعلامية التي تقاسم معها الراحل تجربته المهنية الله يجعله من أهل الجنة وبابرة كان إنسان مناضي الكبير وإنسان اللي دار خير في أجيال إنسان اللي اعطى المغرب أكيد تصعب المثبت لي أنا أشيغل أخ وأب وصديق ورافيق وقد فيه كل شيء ذلك المواصفات لصعيب تقاوم في شيء إنسان لدي ذلك الصعب طفل منصور يتميز أولاً بدقة بالكتابات دياله بدقة بالتحليل والطابع الإنسان دياله واللي كان غالب عليه فوق كل شيء عن عمر يناهز 73 سنة رحل منصور تاركاً إرثاً ثقافياً خالداً منذ بدايته في العمل النقابي كما اشتغل أستاذ للتعليم الثانوي بالدار البيضاء والتحق بالاتحاد المغربي للشغل ليحط الرحال بفريق تحرير مارو كيبدو وذلك سنة 1992 وهو الفضاء الذي جمع فيه بين شغفه بالكتابة ورغبته في المشاركة في تغيير المجتمع المغربي ننتقل إلى مدينة أبي الجعد حيث أبرز المشاركون في الملتق الوطني للزوايا الصوفية الذي نظمته مؤسسة الفقيه الحبيب الناصر الشرقوي للفكر والتوراث في أبي الجعد دورة الصوفية في التفاعل الإيجابي مع النموذج التنموي الجديد أمينة الصياد والتفاصيل أكثر ترسيخ قيم التسامح والتعايش وتطوير التراث الثقافي والديني كلها خصائص صوفية سلطت طوء عليها في الملتق الوطني للزوايا الصوفية بأبي الجعد الملتقى ركز المشاركون فيه على ترجمة توجهات النموذج التنموي الجديد ومواكبة دينامية الإصلاح التي تشهدها المملكة أدرتهم يقرم من 16 الزاوية صوفية كتمتل مختلف مناطق المغرب الحبيبة إضافة إلى مؤسسات علمية وزينة مثل كلية الأداب والعلوم الإنسانية الموسم الديني لسيدي أبو عبد الله محمد الشرقي يعد موعدا سنويا يحتفي بمؤسس الزاوية الشرقاوية مهمته المساهمة في إبراز الخصوصية الدينية والتراثية للزاوية فضلا عن خلق دينامية اقتصادية وتجارية في المدينة طيلة فترة الموسم نحن نرى وبشكل كبير جدا التطور في المنظوم السلاكي العالمي وما يتطلبه ذلك من تحصيني فكري علمي تربوي أدبي وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال ما يمكن أن تقوم به الزاوية كاستمراء للأدوار القديمة التي لأنتهى برنامج هذا الحدث السنوي يتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية أبرزها معرض لمنتوجات الصناعة التقليدية المحلية ومعرض للتعاونيات المحلية والوطنية إضافة إلى أمسيات موسيقية طيلة الموسم الديني في مدينة الدار البيضاء حيث وجد عدة شباب مساحات في الهواء الطلق لمبارسة رياضة تعومها روح الحرية والعزيمة والشغف هذا التخصص الرياضي يسمى بستريث وورك أوت المزيد حول هذا النوع من الرياضة تطلعنا عليه أمينة الصياد في هذا التقرير في الصيف والشتاء على حد سواء يقبل شباب شغفون على الشواطئ والفضاءات الخضراء لمدينة الدار البيضاء سر هذا الإقبال المستمر حبهم لرياضة الشوارع أو ما يسمى بستريت وورك أوت تخصص رياضي قائم الذات وأمارسته تضفي طابعاً ديمقراطياً على الرياضة قد جمعنا هنا حيث هناك بعد هذه البحثة شوية جاد في الوسط ديال الدار باهضاء وعلى الآن البحر كان الرملة قد سهل علينا المهمة عرصة الرياضة خاصة في الأبارسي ديناميك في شوية ديالوريسك الرياضة هذه تتطلب القوى والمرونة والتوازن نشاط لا يستدعي إنفاق مبالغ باهضة لدفع واجبات الانخراط في القاعة الرياضية مما يجعله واحداً من أكثر التخصصات ابتكاراً واقتصاداً رياضة حضرية شعارها تعزيز الولوج إلى ممارسة الرياضة للجميع ما دول هذا بدينا هو أننا نمتيف والبنات كاملين نضعي تريني وكما كانت هذه الرياضة المهمة نضعي تحركوا نضعي تريني ونضعي يعرفوا لكي قد جالهم وشنو ممكن يقدروا يدير وشنو القوى اللي قد يخرجوا من لكي قد جعلهم تقوية العديد من المهارات البدنية منها القدرة على التحمل العضلي واكتساب التوازن وخفة الحركة في فضاءات الرياضية في الهواء الطلق عناصر مهمة تساهم في اكتساب هذا النشاط الرياضي شعبية كبيرة مع أمل إحداث المزيد من المساحات المخصصة لهذه الممارسة لتتطور بشكل أكبر داخل المملكة نهاية النشرة قدمنا لحضرتكم من قناتكم الأخبار المغربية نلتقي في فقرة ضيف الصباح إلى اللقاء